عن النعمان بسم الله الرحمن الرحيم وعن معادل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء رواه ابن حبان معاذ رضي الله عنه narrates I hear the Rasulullah صلى الله عليه وسلم saying Those who love one another for the sake of Allah will be under the shade of Arsh, Allah's throne when there will be no shade on the day of resurrection except the shade of Zarsh, Prophets, and Martyrs will invade them for their status وأنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى حقت محبتي على المتحابين فيه وحقت محبتي على المتناصحين فيه وحقت محبتي على المتزاورين فيه وحقت محبتي على المتباذلين فيه وهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون بمكانهم رواه ابن حبان وعند أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحقت محبتي للمتواصلين فيه وعند مالك عن معاذر بن جبل رضي الله عنه واجبت محبتي للمتجالسين فيه وعند التبراني في ثلاثة عن عمر بن عبس رضي الله عنه وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجل عبادة بن الصامت رضي الله عنه reported I heard رسول الله صلى الله عليه وسلم narrating حديث قدسي from his rab Allah تبارك وتعالى بول بل 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 نور بل 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 صامت عليه ومهش أسرادك ومهش أسرادك فيه يسيطاني فيه ابن حبان وعن مؤاد بن جبل رضي الله عنه رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الحب في الله مؤاد بن جبل رضي الله عنه ناراته رسول الله صلى الله عليه وسلم ناراته حديث قدسي او كما قال صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا موسيقى